رجل دخل مع الإمام بنية صلاة الوثر ثم تذكر وهو في الصلاة أنه لم يصل العشاء فقلب صلاته عشاءا فما الفطن في ذلك؟ إذا دخل الإنسان في صلاة نفل مع الإمام فلا يجوز له مطلقا أن يقلب النية إلى صلاة فرد والذي يصل الوثر خلف الإمام ثم تذكر أنه لم يصل العشاء فصلاته باطلة لأن وقت صلاة الوثر يدخل بعد صلاة العشاء وهو لم يصلها فصلاته الوثر باطلة وعليه أن يخرج من الصلاة مع الإمام في صلي العشاء والله أعلم